كيف حالكم؟ بما ان الجو حرر وفي موجة حر والصيف شكل ودخل فيه حاجات كده لازم تتراع في الصيف السواقة وحاجات تأكدوا منها في العربية تعالوا نشوفها لا تنسوش تستفيدوا من كواد التخفيض بتاعتي مع نون مكار ماجد عشرة ماجد خمسين نون عشرين نون واحد وعشرين نون اثنين وعشرين نون دايما عندهم تخفيضات على حاجات كتير قوي وبكواد التخفيض دي كمان ممكن التخفيضات بتاعتكو تبقى كبيرة جدا لا تنسوش تستخدموها الزيت العربية في الصيف لازم تراعوا اللون والمنسوب بتاع الزيت طيب عربيات كتير قوي بتاكل زيت يعني بتاكل زيت يعني بقى فيه نسبة تبخير ودي حاجة تكلمنا فيها كتير جدا جدا وحتلاقي في الكتاب بتاع العربية او ترجع للوكيل وتتأكد في نسبة التأكل ان الزيت عندك مثلا كل عشر تلاف ممكن ينقص مقدار معين متين وخمسين جرام او او ممكن بالميلي لتر اداء تنتمية ميلي حسب الرقم هتلاقي المصنع كاتب لك كل كذا ممكن ده يكون فيه تناقص كذا وده طبيعي ومع دخول الصيف والحر التأكل بيبقى اكتر ولو التأكل بيزيد كمان عمر الزيت بيبقى اكثر يعني انا من ضمن الناس اللي ما بيحبش اغير الزيت عنده عشر تلاف انا بحب اغير عنده سبعة تمانية اول لما بشوف لونه بتادي يغير ويغمق شوية بيفقد الخواص بتاعته بقول شكرا عايزين زيت جديد اوكي انا من نوع الناس اللي بيحس ان الزيت واحد من اهم الحاجات في العربية امكانش اهمها بالنسبة للمطور نفسه فبحب اوي ارعيب زيادة حتى لو ده ممكن يكلفني فلوس اكتر بس بحس ان انا اي باحمي المطور على المدى الطويل فلون الزيت منسوب الزيت ومراجعة اكتر من الشتاء ده لازم طبعا لو انت عندك عربية فيها الشاشة اللي بتقولك منسوب الزيت تعرف المنسوب لكن ما بتقولكش اللون ابدا يمكن مثلا كنت بعلق على العربية الامريكاني فيها بيقولك حتى لو ما كانتش دقيق اوي بس بتديلك على قل احساس الزيت ده فاضل وقد ايه ويضرب يعني اوي لازم يتغير خلاص ولو فاكرين كنت عملتلك حلقة كاملة عن الزيت وخواصه وقد كده هو طبخة مش بسيطة وفيها تعقدات كتير اوي كانت فشال طيب يبقى لو ما عندكش عصايا انا بفضل العصايا دايما لان بتعرف المنسوب فعليا بتشوفه وبتشوف لون الزيت وده الهم لون الزيت الطبيعي بيبقى لونه دهبي كده شوية في اه عمل زي العسل الغامق شوية ممكن اوكي انتو عارفين انا مش شاطر في الالوان اوي ما عارفش انا عندي الالوان يا اسود يبيض عادي خلاص ما فيها شيء تعقيد لا يعني مفروض نوع زي العسل الغامق عسل غامق شويتين مثلا اوكي عسل نحل غامق طبعا لو عسل اسود تبقى غير الزيت هلا تقول لو شفت نوع العسل اسود تبقى انتهت يعني فهو مفروض يبقى عامل زي عسل النحل الغامق شوية اه غامق سنتين دهبي كده وبيغمق مع الوقت وده طبيعي احنا اتكلمنا فيه فانت مش بس بتراجع المنسوب بتاع الزيت انت بتراجع اللون وده برضو بيدي انطباع عن حالة الزيت اهم من المنسوب ممكن تبقى انت الزيت بتاعك ما بينقص عربيتك ما بتاكلش زيت بس هو عمره انتهى حتى لو ما كنتش انت وصلت للفترة المحددة بتاعت عمره اللي هي عشر تلاف كيلو اللي احنا عارفين كويس اوي في الظروف الحر والطراب عمرها ما تبقى دقيقة اوي خلاص الزيت مهم جدا تراجعوه وتأكدوا عليه ولو هي بتاكل زيت يبقى ايه تتأكد منه في فترات اقصى شوية يعني مثلا بده ما كنت بتراجع كل تلات اسابيع او شهر لا راجع كل اسبوعين على الزيت طيب مية التبريد ايا كانت مية الرادياتير طبعا برضو في عربيات مفاجأة حلوة لحبائبنا في السعودية والامارات كود الخصم بتاعي ام كار وماجد عشرة بقى شغال على السايت بتاع نون السعودية والسايت بتاع نون بتاع الامارات بتنقص؟ انا شخصيا لما بحب ازود مية الردياتير ما بحباش ازودها وهي دايرة وقبل ما افتح قبل يعني العربية برضا خالص مثلا مش دايرة بقالها يومين او من بالليل لتاني يوم فافتح ولاقي بص على المنسوب وازود بق عامتا طبعا الطريقة التانية بس برضو لما بتكون العربية دايرة تأكد انها مش دايرة كتير يعني هي لسه دايرة انت مدورها وتفتح الغطى وتزود المية وتزودها عند المنسوب بالزبط ما تزودش عن الماكس عارفين دايما فيه سطر كده مينمم وماكسمم الادنى والاقصى ما تزودش عليه لو لقتها في النص بين المينمم والماكسمم ما تعملش حاجة ولكن التأكيد على مية الرادياتير دي حاجة مهمة لو عندك عربية فيها تيربوز والتيربوز دول ليهم دايرة تبريد برضو بتشتغل بالمية تتأكد من منسوب المية اللي بتبرد الدايرة بتاعت التيربوز كلها على بعض دي برضو حاجة مهمة والسواقل عن مية مساحة مش هتحتاجها الايام دي ابدا يعني اوكي لكن دول حاجات مهمة قوي طيب نيجي على الكاويتش ضغط العجل في الصيف ممكن لما تمشي على اسفلت درجة حرارته ممكن تبقى وصل ايام دي خمسين واثنين وخمسين درجة حرارة الاسفلت يعني وانت اهل على اسفلت ممكن تبقى درجة حرارة اعلى قوي لانها مكشوفة للشمس فممكن تبقى اعلى قوي فده بيعلي درجة بيعلي الضغط الهوى في العجل فلازم برضو تراجعوا قوي مبقاش مضغوط بالزيادة تمام؟ واحدة من الحاجات التانية تعليق تاني بقى لسه انا جايلي في دماغي يعني لما مثلا انت بقوا ماشي على 6 اكتوبر الكابس ان انت تقرب على العربية لقصادك في الصيف مضر جدا لان بتاخد الحرارة كلها اللي جاي لك من العربية لقدامك احنا ما عندناش يعني لو حد فيكو مشي طبعا محدش حد يمشي الايام دي عالكوبري او لو حد فيكو عندو موتوسيكل وبيسوقوا في الحر وبيعارف الاحساس بالزبط كل ما بتقرب من العربية كل ما الحرارة هبو الحرارة اللي جاي لك منها بيترمي عليك بقرب فالمسافات القريبة في الحر ما بتفيدش قوي هي حاجة معلومة يعني تقول لي ايه دا لا انا ببحسش كده لا ايه موجودة جامد قوي في الصيف كمان ايه بتزيد ممكن تشوفوا درج الحرارة وانتو طالعين الكبري مثلا الحتة الفوق رمصيس درج الحرارة على طول بتعلى فانتو متزودهاش ان انتو تقربوا قوي للقصاتكم بتزود كل حاجة وبتحام بتلاقي التاكيف بيضعف كل حاجة بتضعف طيب بالنسبة للتاكيف برضو تتأكدوا اكيد من دورة الفريون ان الفريون سليم وان التاكيف بيبرد كويس ومن ضمن الحاجات اللي الناس كأكيد كلها بتعملها ومفروغ منها انها بتسيب حتة ازاز صغير قوي مش كتير يا دوب مش لازم تبقى اكتر من كده عشان محدش يتشجع ان هو يفتح العربية او لو حب يفتح حاجة صغيرة قوي بتفرق فتحة السقف لو اني انا مع عمري بحس ان ليها لازم اقيف مصر الصراحة ممكن برضو تسبق حتة صغيرة قوي بتهرب الحرارة من العربية وبتفرق قوي طبعا تقفل الازاز بتاعك من جوه قبل ما تركب العربية تفتح الازاز وطلع الحرارة وتتشغل التاكيف وتمشي طيب برضو نتكلم على حاجة مهمة جدا اسلوب السواقة لازم الناس في الصيف تهدى اوكي وتبرد من اعصابها والكابس والتصارع المفاجئين دول بيبقوا سيئين جدا هو كده ولا كده دي حاجة سيئة على العربية ان انت تروح عارفين بقى الناس اللي حب تسوق في الزحمة تروح مصرع او يبقى مفرمل مصرع مفرمل كل ده بيزود الحرارة صح؟ الحرارة بتاعت التنابير بتزيد بدون داعي مثلا هو تبقى نشوف الناس دي يعني الحركة دي معتادة جدا عندنا في الزحم عمري مفهمتها هو طب اوكي هو مش هيرجع بس لوحد معاك ممكن يرجع عادي يعني با 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 سوئين اوبر طبعا مشهورين بالحركة دي ولكن القيادة دي اصلا بتهلك العربية يعني بتهلك اللي هو التصارع المفاجئ مع الفرامل المفاجئ ليه؟ منت لو كنت حفزت على السرعة بتاعتك متوسطة من غير ما تجبس لا حتفرمل جامد ولا حتتصارع جامد كل الحاجات دي في الصيف والدرجات الحرارة العالية قوي بتتفاقم بتزيد فممكن تلاقي حرارة العربية بتزيد ليه؟ بدون داعي وبرجو زي ما قلتلكو ان انت تقرب قوي من لقصادك دي مش حاجة كويسة لان بتاخد من الحرارة بتاعته فعربيتك بتحاول تخلص من الحرارة بتاعتها زائد الحرارة اللي جاي لها من قدامها فدي واحدة من الحاجات اللي بتفرق جدا في الصيف الناس تحافز على اعصابها تبعد المسافات شوية وصدقوني بتفرق مفيش داعي لسواء لأجراسل اللي فيها الكابسول الفرامل كده ولا كده هي اصلا سيئة وتهدي اعصابها وتبقى معها ازازة مياه وبهي كده ايه محافظة على حرارتها الداخلية لانها بتفرق جدا بس طيب عندي تعديل اه مش تعديل ايه تعديل ايه تعديل ايه تعديل مخ جاي عالتعديلات لا عندي تحديث بالنسبة للعربية لان اه خلاص حجستها ودفعت تمانها بالكامل برضو عشان تبقوا عارفين مفروض هنعرف كمان اسبوع او خمس تيام هم ايلين لي من سبع لعشر تيام وهتفهموا ليه لما اكشفلكوا عن العربية بس بمناسبة الصيف والحر انا نقيت العربية دي لونها ايه ضد شخصيتي خالص اوكي فضي فضي اللي هو بيعكس لون فضي شكلها زي حتة الالمينيوم فويل كده عارفين مش قوي الالمينيوم فويل بس بتلمع قوي ليه لان ده اكتر لون عكس للشمس فبالتالي ممكن العربية من جوة تستفيد شوية مش زي الالوان الغمقة الالوان الغمقة بتمتص الشمس والحرارة او بتمتص الحرارة بالاسح ما بتعكس خالص لكن اللون الفضي ده بيعكس جامد جدا وممكن مفروض بحاول تستاسكى يعني يا جماعة بحاول تنصح بما ان دي عربية انا مش شرط اكون بسقها اصلا بس يعني بسقها ممكن برضو بس تبقى ايه على اقل الكابينة من جوة ابرد شوية تسعة وتسعين في المية من الناس اللي كتبت تعليقات عن انا ايه العربية اللي اخترتها غلط واحد بس اللي شفت وكتب التعليق صح هي هتبقى مفاجأة يمكن تبقى صرق او يمكن ما تبقاش صرق مين صرق اوكي ممكن تبقى مفاجأة حلوة او مش مفاجأة حلوة حسب بقى انتو متوقعين انا حاجيب ايه بس انا قلتلكم الميزانية بتاعتي ميزانية محدودة دي مهياش عربية رئيسية فمش مستعد يعني اصرف فيها كتير وفيها كده ايه حابة حاجات كنت شرحتها لك وبدور فيها خلاص مفروض يعني يمكن اعرف على الاربع او الخميس الجاي حستلم امتى وحورلكو كمان اول لما استلم انا عارف دي حاجة كنت عايزة عملها لكم من زمان على ارض الواقع ان انت لما تستلم عربية تستلمها ازاي بتسئل السؤال ده كتير جدا ورق وا 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 لكن في الحر الشديد حاولوا ما تسقوش تفرجوا على الفيديو القديمة والجديدة وكل حاجة وحاولوا تقللوا النزول والفرق اللي مالوش لازمة سلام لا تنسوش تستفيدوا من كواد التخفيض بتاعتي مع نون مكار ماجد عشرة ماجد خمسين نون عشرين نون واحد وعشرين نون اثنين وعشرين نون دايما عندهم تخفيضات على حاجات كتير قوي وبكواد التخفيض دي كمان ممكن التخفيضات بتاعتكوا تبقى كبيرة جدا لا تنسوش تستخدموها مفاجأة حلوة لحبائبنا في السعودية والامارات كود الخصم بتاعي أمكار وماجد عشرة بقى شغال على السايت بتاع نون السعودية والسايت بتاع نون بتاع الامارات